اللهم إنا نسألك لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً سليماً لطاعتك وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب اشتركوا في القناة هو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري والذي أعده فيما يقرب من 25 عام فاستحق وعن جدارة أن يكون أحد أعلام الفكرة الإسلامي والتجديد والتنوير هو الإمام ابن حجر العسقلاني في مصر أرض المجددين يتمثل محور المشروع التجديدي لقاضي قضاء ابن حجر العسقلاني في قضية التوثيق حتى صار أميراً للحديث وفي قضية الاهتمام باللغة حيث كان شيخه الفيروزبادي صاحب القاموس وفي المشاركة الاجتماعية حيث كان قاضياً للقضاء وفي هذه الموسوعة التي تكتب بماء الذهب فتح الباري شرح صحيح البخاري حتى قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية رحم الله ابن حجر العسقلاني رحمة واسعة السلام عليكم فضلات الدكتور عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً فضلات الدكتور فضلات الدكتور اليوم نتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث وهو ابن حجر العسقلاني أولاً ما هو مشروعه التجديدي وبالتالي من الواضح أن الحديث الشريف كان هو نحور هذا المشروع إنجاز ظن يعني أو تخمينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني كان نقطة فارقة وما زال علامة مضيئة في تاريخ الإسلام وليس في تاريخ مصر وحده ولذلك لقبوه العلماء بأمير المؤمنين في الحديث يعني أكبر واحد في الحديث وكان الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني وهو مولود بالقاهرة وهيئ الله له أن يتلقى العلوم على الأئمة الكبار تلقى اللغة على الفيروز أبادي الفيروز أبادي ده صاحب القموس تخيل بقى أنه لما واحد يروح يقرى اللغة على واحد بقامة ومكانة ومقام الفيروز أبادي الفيروز أبادي ده هو كان يعني هو اللغة خلاص هو ده حلقة من حلقات اللغة العربية بس كأن اللغة العربية تجسدت رجل الفيروز أبادي ده أستاذ ابن حجر لما في الحديث يقرأ الحديث وعلومه ويتبحر على الإمام العراقي الإمام العراقي الذي خرج الإحياء الإحياء ليس سهلا ولا أحديثه سهلا وبالرغم من ذلك تعرض له الإمام العراقي فقد رجأ حديثه مثل هذه القامة الكبيرة في علم الحديث هي كان أستاذ ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني عندما كتب شيوخه كتب أن له اتنين وخمسين امرأة شيوخه شيوخه اتنين وخمسين امرأة اتنين وخمسين امرأة أنا لما تعلمنا العلم ولا واحدة علمتنا فالزمن كأنه تضهر في حكاية هاء المرأة ما هو طبعا ابن حجر العسقلاني تمنمية اتنين وخمسين ميت عن تسعة وسبعين سنة تمنمية اتنين وخمسين هجري لما مات كلسة العثمانية مجوش البلاد هيجوا كمان خمسة وسبعين سنة تلاتة وسبعين سنة فلسه لم تتحول الأمور في المجتمع الذكوري الذي نحى المرأة الحرام لك العثماني ما كانش لسه ظهر لسه الحرام لك مجاش فتنين وخمسين امرأة يدرسوا لابن حجر وعشرات عشرات عشرات الرجال يدرسوا لابن حجر فإذا ده هو نتاج العلم في هذا العصر في قمته من ناحية ايه بقى جهب المشروع بتاعه؟ من ناحية التوثيق والتوثيق على شان يوم من التوثيق ده اتنين وعشرين علم اتنين وعشرين علم في الرجال في المتون في الشروح والدراية في الجرح والتعديل في المصطلح وقلف في كل شيء ولكن كان التوثيق التوثيق ده بيشعرك بايه؟ التوثيق ده يشعرك منك فاهم عارف الحكاية بدايتها فين ونهيتها فين التوثيق ده بيطبق اللي بنكرره تملي كثيراً من كلام امين القولي وهو يقول نقلاً عن هؤلاء وفعل هؤلاء اذا اردت التجديد فاقتلوا التراثة فهماً درساً وتعمقاً وإلا كان تبديداً المشروع بتاع ابن حجر بيهيئ لي ويديني مصادي اني اقتلوا التراثة توثيقاً طب كيف وثق هذا التراث يعني؟ العلماء دول كلهم ما هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما هو مدام فيه طبقة عالمة اوي كده من شيوخه يبقى ربنا من عليه بالركن الاول من اركان العلم وهو الشيخ الاستاذ القضية التانية ابن حجر كان اميناً للمكتبة المحمودية الفريدة الوحيدة اللي فيها 4500 من الكتب الموثقة مضبوط القضية التالتة انه تعلم اللغة تعلماً صحيحاً واللغة والفكر وجهاني لعملات واحدة القضية الرابعة هو ان الله اتاه ذاكرة و اتاه فهم و اتاه زكاء فريد لغاية ما قالوا عنه من اذكياء العالم واخد بالك ازاي سريع البديهة هادئ النفس اه وصل في المراتب والمناصب الى قاضي قضاء فاذا ابن حجر العسقلاني صاحب مشروع يقوم على اولاً التوثيق و ثانياً تيسير التراث و ثالثاً اللغة العربية حجة هذا العصر في الحديث يعني انجاز التعبير ماذا قدم العلم الحديث بالتحديد قدم كتباً كثيرة فقط المئة فقدم ابدع ما قدم فتح الباري شرح صحيح و خالي طب و جعل له مقدمة ماتعة اسماها هدي الساري لمقدمة فتح الباري يعني انت و انت ماشي ساري السراء ده بيوقع بالليل زي الإسراء يعني ماشي بالليل فعايز ضوء حاجة تنور الطريق تنور الطريق فده الهدي بتاع الساري البطارية اللي معاك و انت ماشي راح فين؟ لفتح الباري فتح الباري هو الشرح الكبير طبع مرات الذي تركه ابن حجر العسقلاني فأمتع الأمة لما جم قالوا للإمام الشوكاني في اليمن يعني انت كلمك حلو كده وسهل و كويس و عملتنا كذا كتاب عملتنا فتح القدير في التفسير و نيل الأوطار في الفقه و الحديث و كده ما تعمل لنا شرح للبخاري فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاده الونية ده ده حديث الأصل فيه بيقول انه بعد فتح مكة ما فيش هجرة صحيح أمال انت جايدي انت هتتنقل من مدينة لمدينة ما هدي بقى ديار اسلام و دي بقى ديار اسلام فما ينفعش انك تهاجر بعد فتح مكة لكن جاهد نفسك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس اتعلم انوي نية صالحة اعبد ربنا ولكن جهاده الولي فلما عرض على الشوكاني أن يصنع كتابا لصحيح البخاري أجابة بالإجابة اللطيفة دي ألا أشرح ايه ما تشرح ما هو فتح الباري محدش هيعرف يعمل له زيه ولا يضيف إليه ولا يحزف منه ده كل كلمة في مكانها تؤدي معناها وتؤدي غرضها وهدفها فلا هجرته بعد الفتح يعني لا كتابة لصحيح البخاري بعد ما فتح الله على ابن حجر العسقلاني المصري بفتح الباري أستاذ مفضلتك نخرج إلى فاصل سريع أرضوكم خليكم معنا وسط مقابر الإمام الشافعي وآل البيت حيث تجتمع الأرواح الصالحة الطاهرة المباركة تجد مقام أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني وفي هذا البقيع المبارك تجد نفسك وكأنك بداخل رحلة تاريخية امتزج فيها ملامح التاريخ القديم والحضارة الحديثة والمشترك بينهما أنها سطرت في ذاكرة التاريخ بأياد المصري برحب بفضيلات العالم الجليل وستدكتور علي الجمعة من جديد فالدكتور أيضاً لإمام ابن حجر العسقلاني له كتاب مميز بالإضافة طبعاً إلى شرح الباري ولكن في مسألة الصحابة في تحديد أسماء الصحابة وهو الإصابة في تمييز الصحابة أكثر من 12 ألف صحابة تم ذكر أسميه يعني دلالة هذا المؤلف أي وقيمة هذا المؤلف ابن حجر العسقلاني عندما ألف في الصحابة هو أراد أن يؤلف في السلسلة السندية التي وثقت القرآن وثقت السنة وبعد ذلك وثقت حتى الكتب والدفاتر التي ألفت في التاريخ الإسلامي أيضاً عن طريق السند أراد أن يتكلم عن الحلقة الأولى الحلقة الأولى هم أولئك الذين سمعوا من النبي هم الصحابة الكرام وقسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام قسم فيه والقسم الأول هو أولئك الصحابة الذين يعني ما فيش أي خلاف بينهم صحابة ورتب هذا على حروف المعجب يبقى أحمد هيجي أو إبراهيم هيجي قبل أحمد وأحمد هيجي قبل أسامة لأن الحق قبل السين والباء قبل كده ورتبه على هذا المنوال وقسمه إلى أقسام أربعة وجعل القسم الرابع فيه يعني المشكوك فيهم هم ليهم صحبة ولا ما لهم في الصحبة ووضع في هذا الكتاب الرجال والنساء أيضاً وهو كتاب الحقيقة استفاد من كل من قبله ممن كتب في الصحابة استفاد من ابن مندى استفاد من ابن عبدالبر استفاد ابن عبدالبر له كتاب اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة استفاد من الزهبي في تجريد الصحابة جمع فأوعه لكنه لم يكتفي بالكلام عن الحلقة الأولى بل بدأ وأخذ كتاباً سابقاً له للمزي اسمه تهذيب الكمال هذب تهذيب الكمال بدل تهذيب الكمال ما كان البحث فيه معقد بالطريقة التي وضعها المزي صاحب الكتاب هذبه فصار تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب بقى ابتدأ تكلم عن كل حلقة من حلقات السنة ملف الكل راوية يعني دي الصحابة أفرادها لأنهم شرفوا بالتمتع وبالنظر إلى النبي وسماع الحديث مباشرة وبعد ذلك حلقة حلقة الصحابة كان عددهم 114 ألف لما نعمل تسع تلاف عشر تلاف حداشر ألف صحابي وصحابية يعني الله وما البيت الصحابة فين؟ ما نعرفهمش ما نعرفش أسماءهم العشرة دول هما اللي عرفناه طيب وكل واحد ديه ملاف كم واحد فيه مراوة؟ ألف وسبعمائة من أكتر من عشر تلاف صحابي؟ من عشر تلاف رأوا النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله حتى بالتالي أه يعني ألف وسبعمائة من عشر تلاف يعني ما يجيش سبعتاشر في المئة من المعروفين واحد وسبع من عشرة من العدد الكلي طيب والألف وسبعمائة دول رأوا كم حديث منهم حاجة بتاعة تمنمية تسعمية من الألف وسبعمائة دول رأوا حديث واحد حديث واحد بس يعني الأغلبية رأوا حديث واحد كل واحد رأوا حديث كل واحد فيهم سمع نوع السلام بيقول كده فقال يعني حياته كلها عايشها من أولا لأخيرها علشان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقى لها حيثما كنت أتبع الحسنة السياءة الحسنة تتمحوها وخلق الناس بخلق حسن ده اللي هو عايش بي يعني ده اللي بيرت صروته هو ده أول عن آخر في واحد رأوا حديثين فقط في واحد رأوا ثلاثة في واحد إلى أنه يكون رأوا كثير جدا من الأحاديث اللي رأوا كثير جدا من الأحاديث دي خمستاشر صحابي فإذا هو بيعلمني حقائق وبعدين الناس اللي رأوا حديث واحد ده هو فيه إشكال النتقي لا حيثما كنت وما فيش إشكال يعني خد بالك من جارك وخليك كويس مع الخلق ولما تغلط أعمل حاجة كويسة تشتغل إتقن عمل هو فيه إيه يعني أبا تعجب بين الذين يهاجمون السنة علشان فيه حديثين ثلاثة مش عاجبينهم يعني يا أخي طيب السنة دي واسعة والسنة نقلت إلينا بصورة لافتة للنظر ابن حجر العسقلاني في الإصابة بيعالج الحلقة الأولى وبعدين بيجي بقى يعالج الحلقات الأخرى التهذيب دواسع يعني عشر مجلدات كبيرة طبعة في الهند وبعدين قال الله طب ما هو دواسع كده عايزين كلمة ورد غطاه فألف كتابا اختصر فيه اللي قل لي يعني الخلاصة إيه إنت دوا تجيب لي ملف والملف بقى فيه إيه إن فلاني الفلاني ده عشرة قالوا عليه حلو وثلاثة قالوا عليه وحش وسبب الوحاشة واحد اثنين ثلاثة اربعة وثلاثة طب الحل إيه الحل إنك تتتبع مروياته وتشوف هي فيها خرافة وفيها تجاوز وفيها خروج ولا لا محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى يروي عنه الشافعي ويرفض إنه يروي عنه مالك الشافعي بيشايف إنه رجل حلو كويس ومالك بيقول لا مش كويس وميجي البيهاقي ويتتبع كل رواياته وإليها سليمة وأنها نستنيا غيره قالها بسم الله يبقى إذن الرجل ده ما هوش متهم ويبقى كلام الشافعي هو المقدم في هذا طب ما العلم الواسع ده والبحث الواسع ده في قضية التوثيق فقط ما تيجي تلخصه لي فلخصوا في كتابه التقريب ألف كتابا اسمه لسان الميزان الإمام الزهبي ألف الميزان وده عمله لسان يشرح اللي عمله الزهبي علشان يجمع كل هذا الزهبي ده كان يقول لو إن أنا وإفت على تلة كده والرواه على تلة اللي هم عبر التاريخ دول أنا دي كل واحد فيهم باسمه اسم أبوه واسم أمه يا أخوة ربي للدرجات قدامي كده وعارفهم واحد واحد عايش معاهم رحمة الله هذا النوع من أنواع العلم وهذا النوع من أنواع التوثيق هو تهيئة هو الخطوة الأولى ما هو ما بيقفش عند كده فإذا أردت أن تجدد فعليك أن تقتل التراثة بحسن وبعدين جدد بقى هتجدد عن علم عن مفهومية عن واقع مش هتجدد عن هوا ولا عن ضلالة لما كان مشايخنا يرشدون إلى أن نحن عائزين نعرف علم الحديث تمامي يقولون أن نخبة لأن النخبة فيها بالرغم أنها كتاب صغير في كل الدقائق اللي موجودة فيه الكتب الكبيرة تدريب الراود السيوطي بتاع الإمام السخاوي شرح الألفية كده كله موجود في نخبة الفكر بتاع ابن حجر لأنه هو متعلم ولأنه هو عارف يكتب إيه وعارف ليه فالمشروع بتاعه كان مشروع توثيقي وينقل التراث بهذا التوثيق وأيضا في اللغة برك الله فيكم فالدكتور أهلاً جزيلاً وشكراً جزيلاً وشكراً موصولاً حضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة جمع الصلوات اليومية كلها وأدائها قبل النوم هناك أناس يقومون بجمع الصلوات اليومية وأدائها قبل النوم وهذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى وصف الصلاة فقال إنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوطاً فالصلاة موقوطة بوقت له بداية وله نهاية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخفف عن الأمة صلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً فسئل ابن عباس في ذلك فقال لكي لا يجعل على أمته من حرج فغاية الجمع فالحضر أن تصلي الفجر ويمكن أن تصلي الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء معاً أما أن تجمع الصلوات جميعاً فهو سلوك خاطئ موسيقى 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 يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غفار يا وهاب يا كريم يا قهار يا من بيده ملكوت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير اللهم إنك ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فاللهم يا رب ننظر إلينا بنظرة الرحمة وانقلني من دائرة صختك إلى دائرة رضاك اللهم آمين